انتو عارفين وانا بتابع حتى دلوقتي العنوين مع زميلاتي بوص عليها فلاقي انه الازمة بتاعة كورونا والازمة بتاعة اوكرانيا لازم تخليك تقعد تفكر كويس جدا في العنوان والمصطلح المهم والكبير الا وهو الجمهورية الجديدة يعني ايه؟ يعني اولويات الجمهورية الجديدة او وثيق لو صح تعبير يعني وثيقة الجمهورية الجديدة زمان كان زعيم جمال عبد الناصر كان عمل وثيقة مهمة جدا الوثيقة دي وعرضها بالمناسبة يعني الوثيقة دي كانت وثيقة العمل الوطني لازم وبالمناسبة فرنسا عملت كده بعد الثورة الفرنسية وجددت ده سنة 2021 يعني انه فكرة اولويات واعادة ضبط مسألة الجمهورية في فرنسا ده حصل في 2021 مش هقولك بقى ايام الثورة الفرنسية في القرن الثمنتاشر خلي بالك احنا بنتكلم على فرنسا اللي اتطورت من الجمهورية الاولى للعصر الامبراطوري للجمهورية التانية للتالتة للربعة للخمسة الى اخره طيب وعندنا وثيقة يوليو الشهيرة وفلسفة الثورة بتاع الزعيم جمال عبد الناصر ثم وثيقة العمل الوطني ودي حاجة مهمة جدا فبيخليني ده قعد فعلا افكر مع حضراتكم بصوت عالي على وثيقة الجمهورية الجديدة اللي يبقى فيها مسألة ترتيب الاولويات بتاعت الجمهورية الجديدة ايه اللي ييجي قبل ايه كل واحد فينا من الوارد بالمناسبة انه هو يبقى عمده ترتيب اولوياته هو تبقى لرؤيته مش هقولك اجندته الخاصة وشخصية فكرة رؤيته وبعتقد انه ده برضو مهم جدا 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 انه انا اظن انه الحوار الوطني اللي هتديره الاكاديمية الوطنية للتدريب انا اعتقد انه ده هنقدر نطلع منه بمخرجات مهمة جدا لاجل هذه الوثيقة اللي لم تكن هذه الوثيقة نفسها يبقى فيه عندنا وثيقة لنا كلنا ولاجل التاريخ ولاجل الاجيال الجاية يبقى عارفين يعني ايه جمهورية جديدة نحن نحط international definition مفهوم قدام العالم كله ماذا تعني الجمهورية الجديدة فيه نقاط واولويات وتعريفات ومضمين وما الى ذلك ومن هنا عجبني جدا بالمناسبة الانفجراف الاخير اللي صدر من المركز الاعلامي اللي مجلس الوزراء ليه بقى لانه عنوانه كده عنوانه متعلق بالجمهورية الجديدة موازنة الجمهورية الجديدة تحضيريوا الصحة وهم لأنني اخستفقوا